تخيل انت بعلبة الكان الفاضية دي لمرماه في الشارع تقدر تحولك لصاحب مشروع كبير ومشغل ناس عندك وبتقبط الآلاف شهرين يا أهلا بكم في فيديو جديد معاكم أحمد البابلي من قناة الباش مدرس القناة المختصة في فيديوهات المشاريع الصغيرة والربح من الإنترنت وفرص الأعمال زي ما شوفنا في مقدمة الفيديو بعلبة الكان الفاضية أو العلب الكنز المرمية في الشارع دي تقدر تخليك صاحب مشروع تقريبا بدون رسمائل أو برسمائل بسيط جدا جدا هتبقى انت صاحب مشروع كبير هتشغل ناس عندك وهتكسب كمان أرباح بالآلاف المشروع ده ناس كتير مطبع على عرض الواقع وناس كتير أصلا ما تعرفوش فتعالنا النهاردة نشرح المشروع ده بالشرح العملي التفصيلي بين معدات اللي هتوزع بكل حاجة بالتسويق بكل الكلام ده بس قبل ما نبدأ نعمل أي حاجة وقبل ما نروح للشرح العملي أتمنى منك لو أنت أول مرة تشوفنا في القناة تدوس على زرار الاشتراك اللي تحت الفيديو وتدوس على علامة الجرس عشان يوصلك بقى الفيديوهات وكمان أتمنى منك حاجة بسيطة جدا وهي أنك تدوس على زرار اللايك ده بيساعدني جدا وبيساعد ناس تانية أن هي تشوف الفيديو لأن اللايك بيعرفني عدد الناس المهتمة بالمحتوى بتاعي وهل الفيديو كويس ولا لأ وكمان اللايك بيساعد الفيديو أن هو ينتشر على اليوتيوب ويجيب مشاهدات أكتر وناس أكتر تشوفه وبالتالي أنت ممكن تبقى السبب أنك تفتح باب رزق لحد ما كانتش واخد باله من الموضوع ده بس كده يلا بينا نروح على الشرح العملي ونرجع تاني أهلا بكم يا شباب رجعنا تاني للشرح العملي بتاع مشروع النهاردة مشروع النهاردة هو مشروع مهم جدا من خلاله هتبقى فعلا صاحب شغل أو صاحب عمل ومشغل كمان الناس عندك من خلال علب الكنز اللي أنت بتشوفها مرمية في الشرع أو الكان اللي بتبقى مرمية في كل حتة مبدأين كده المشروع ده هو مشروع أنك تجمع العلب دي تعال بقى واحدة واحدة كده عرفك أنت هتعمل إيه بالزبط أنت مبدأين كده ليه هتجمع العلب اللي كان الفاضية دي أيا كان شكلها بقى متكسرة مع عوجة معمولة لأن أنت كده كده هتاخدها تجمعها بغرض أنك هتبيعها لمصانع عادة التدوير اللي بتقوم بتنظيفها وصهرها أو بتسيحها يعني وتحولها لبلوكات نقية من الألمونيوم البلوكات دي يقدروا يعتمدوا عليها في صناعة العديد من المنتجات زي الأدوات المنزلية والأساس المعدني وبعد أجزاء السيارات وبعد لوازم البناء والدعمات وعلب الكنز الجديدة لتعبئة الماء الغازية وهكذا من الآخر يعني هم بياخدوا الحاجات دي يصنعوا بيها حاجة تانية زي أطباق الفويل والعديد من المنتجات اللي نقدر إحنا بعد كده نشتريها كمنتجات جديدة مشروع النهاردة مش محتاج راس مال كبير ولا كمان محتاج خبرة ولا مؤهل معين إنك تبقى يعني معاك المؤهل ده عشان تقدر تشتغل المشروع ده عن طريقه يمكنك تحقيق أرباح باهزة تعال بقى نشوف المتطلبات بتاعت المشروع ده وهتشتغل إزاي مبدئين كده المتطلبات اللي هتعوزها هو أو عجلة فيها صندوق كبير من وراء ده علشان تجمع به أو هتبعت الناس اللي هتجمع أو تقدر لو أنت معاك أو في إمكانيتك أنك تجيب سيارة ربع نقل أو نص نقل سواء هتشتريها أو هتعجرها أيا كان أو هي حتى معاك المهم أن أنت هتعوز حاجة من الحاجات دي الحاجات دي طبعا تقدر تشتريها أو تجيبها على حسب قدرتك المادية تاني حاجة هتعوزها في المشروع ده هو عامل أو أكثر على حسب حجم النشاط اللي أنت هتقوم به يعني لو عايز تعمل الموضوع على كبير فأنت هتجيب مثلا مئة واحد خمسين واحد ألف واحد على حسب مقدرتك والكمية اللي أنت هعايز تجمعها وطبعا خلينا عارفين أن العمالة دي ما بتبقاش عمالة متعلمة لأن يعني ما فيش حد متعلم هيدا أنه يمشي يلم الكان دي من الشوارع وكده فبيبقوا ناس يعني على قد حالهم شوية وبياخدوا راتب بسيط جدا وبيبقوا ناس مش متعلمين في الأغلب تالت حاجة هتعوزها وهو مكان فارغ بمساحة خمسين متر مربع أو أكتر ده على حسب طبعا حجم النشاط اللي أنت هتعمله وده هيتم فيه تجميع الكانز دي أو الحاجات يعني اللي العمال هيجيبوها ده هيبقى المصب اللي هيروح يحطه فيه كل الحاجات اللي تجمعين تعالوا بقى نخش فيه كيفية العمل في المشروع ده مبدئا كده هيتم التوجه أو العمال دول هيتوجهه للمناطق اللي فيها تجميع للكمامة أو المراكز الكبيرة اللي بيبقى فيها تجمع للكمامة في المدينة وخصوصا برضو يعني يفضل أنك تبعاتهم على الأماكن العامة زي مثلا أمام المولات أو أمام الكليات أو الأماكن اللي فيها تجمع للطلاب أو كده ومطاعم كبيرة أو بتاع لأن طبعا علم الكان دي مجرد ما الشخص بانتهي منها بيشوف أقرب مكان قدامه وبيجي حدفها فأنت هتستغل الأماكن دي لأنه بيبقى فيها تجمع وكميات كبيرة جدا من العلب دي هيبدأ العمال أن هم يجمعوها وليهم عدد معين من ساعات العمل يوميا مثلا أنت هتحددوا خمس ساعات أربع ساعات وهكذا وطبعا هيبدأوا أن هم يجمعوا الحاجات دي وأن هم يودوها على المكان أو المنبع اللي قلنا عليه هيبدأ يصب فيه كل الحاجات دي أفضل لك أنك تتعامل مع العمال دول بطريقتين والطريقتين دول الطريقة الأولى وهي أنك تشغلهم باليومية والطريقة دي أنا مش بحبزها لك بصراحة والطريقة الثانية وهي أنك تشغلهم بالكمية يعني أنت تشوف هم هجيبوا مثلا الكمية دي قد إيه وتوزنها وتاخد منهم أو تتفع معهم على رقم معين مثلا مقابل الطن أو مقابل الكيلو وده أحسن لك علشان لو أنت هتديهم يومية فهما هيتكسلوا ممكن ما يجمعوش حاجة ويجوا ياخدوا يوميتهم منك ويمشوا فأنت الأفضل أنك تتعامل بمقابل يعني الوزن مقابل وكذا أنت بعد ما تجمع بقى كمية كبيرة يبقى عندك طنة وأكتر هتبدأ أن أنت تتواصل مع مصانع عادة التدوير اللي قلنا عليها وتبدأ أن أنك تبيع لهم الكميات دي ومن الجيد أنك تتواصل مع أكتر من مصنع علشان طبعا تشوف أفضل سعر ليك علشان تعلي صافي الربح بتاعك تعال بقى نتكلم في نقطة مهمة جدا وهي إزاي تطور المشروع ده يعني مش هتفضل أنت طول عمرك شغال بتجمع وتبيع وبس لا أنت إزاي تطور مبدئا كده المشروع ده ممكن يتطور علشان يبقى مصنع لإعادة التدوير يعني إيه الكلام ده بمعنى أنك ممكن تشتري معدات خاصة من الأرباح اللي أنت حققتها قبل كده أنك تشتري مثلا على مدار الأشهر أو السنوات اللي فاتت دي معدات ليها علاقة بإعادة التدوير وتبدأ أن أنت تحول العلب اللي أنت بتجمعها دي لأوالب ألمونيوم الأوالب دي أنت تقدر تبيعها أو تصنع منها حاجات تانية فبالتالي أنت حققت هدف أو حققت تطور كبير جدا في المشروع بتاعك من أرباحك اللي أنت كنت بتكسبها مش هتروح تصريفها على طول بالعكس أنت نميت المشروع وبقى عندك مصنع إعادة التدوير وكمان تقدر تتطور بطريقة تانية وبدل ما أنت بتجمع علا بإلكان فقط وتاخد منها الألمونيوم فأنت ممكن تعمل تجميع مختلف لأنواع النفايات زي تجميع البلاستيك والأوراق والزجاج والمعدن والحاجات دي كلها وتفرزها بغرض أنك تبيعها لمصانع عادة التدوير يعني البلاستيك مع بعض والورق مع بعض والإزاز مع بعض وهكذا وطبعا مشروع زي ده ممكن الناس كتير تشوفوا أنه هو مش مناسب معها أو يا عم لا أنا بقى بلم زبالة أو بلم بوائي يا شباب ما فيش حاجة اسمها يعني كده في الشغل الشغل ده للرجالة وإنت تقدر تشغل أي حاجة وفي ناس كتير جدا من مشروع زي ده برا مصر وجوه ومصر عاملين أرباح محترمة جدا من المشروع ده تعالى كلمك في آخر نقطة معنا النهاردة في الفيديو وهي عوامل نجاح من مشروع بتاعك عوامل أو خمس عوامل هيخلوا المشروع بتاعك يكمل ويبقى مشروع ممتاز ويكسب أول عامل معنا وهو أنك قبل العمل أو قبل ما تفتح المشروع ده لازم تتواصل مع العديد من المصانع بتاع تقعد التدوير عشان تعرف الأسعار الأسعار اللي هم يشتروا بيها والأسعار اللي أنت هتقبضها للعمل وكل حاجة طب تاني حاجة قبل ما تعمل المشروع ده لازم تحدد التكاليف المكان كمان بتاع التخزين هتدفع له قد إيه جار ولا هو عندك ولا عندك يعني موجود بشكل مجاني مش تدفع له جار ولا أنت هتأجر هتأجر بكام وهكذا والعامل الواحد زي ما قلت لك اللي أنت مشغله عندك هل هتدي له يومية ولا هتعامله بالكيلو ولا هتعامله إزاي بالزبط وكمان تحدد مصاريف النقل يعني الحاجة اللي بتوصلك دي هتستهلك بنزين قد عشان تنقلها أو أنت بتبيعها هتوديها لفلاني ده مثلا هتصرف قد كده فلازم برضو تشوف مصاريف النقل بتاعتك وتحددها ده غير كمان أنك تحدد أنت هتقدر مثلا تجمع كمية قد إيه في الشهر وهتبيعها بكام وتحسب صفي الربح بتاعك مع العلم أن الربح في المجال ده ممتاز جدا لأن السلعة اللي انت بتبيعها بتحصل عليها بشكل مجاني لأن دي مرمية في الشارع أنت مش هتشتريها وتبعها دي هي حاجة مرمية في الشارع فأيا كان السعر اللي انت هتبيع به فهو سعر هيبقى مردي وهيحقق لك أرباح كبيرة تالت حاجة معانا وهي أنك تبقى حاسم مع العمال شوية وما يبقاش فيه أي نوع من أنواع الاستهيستار يعني وكده ويكون فيه خصم أو جزل أي حد هاي يعني هيعمل أي غلطات في المشروع بحيث أن الموضوع ما يسحش منك وتقدر تسيطر على العمال بتوعك وربع حاجة لازم تاخد بالك منها وهي مكان التجميع أو المخزن اللي انت هتشيل فيه لازم يبقى مترائب بالكاميرات ده تماما لضمان عدم التعرض للسرقة وآخر حاجة معانا وهي الحرص كل الحرص على ادخار الأرباح لاستخدامها بعد كده عشان تطور مشروعك زي ما قلنا وتبقى يعني عندك تطورات كبيرة في المشروع وتقدر إن هي تساعدك في إنك تكسب أرباح أكبر كوب كده نكون خلصنا الشرح العملي للمشروع بتاع النهاردة كوب كده شباب نكون خلصنا الفيديو النهاردة أتمنى زي ما قلتلك لو أنت أول مرة تشوفنا أو أنت بالفعل بتتفرج علينا بس مش مشترك في القناة اشترك علشان نوصل للمئة ألف مشترك في أسرع وقت وفعل الجرس عشان يوصلك بقى الفيديوهات بتاعتنا فيديوهاتنا مختصة في الربح من الإنترنت والربح على أرض الواقع والمشاريع وفرص العمل فأتمنى منك إنك تشترك وتساعدني للوصول إلى المئة ألف واستلامة درع عشان نحتفل سوا وكمان ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده اللايك بيساعدني ويساعد ناس كتير إن هي تتفرج على الفيديو وتوصل للفيديو ده وتشوفه وبالتالي ممكن أنت تكون سبب إنك فتحت باب رزق لحد من الناس دي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة